أنا لا أعتقد أن هذا العمل مرحب به شعبيا لأن لو نظرنا بكل بساطة إلى المكونات الشعب العراقي المكون الكردي لا يرغب بهذا العمل ولا يتفاعل مثل هذه المحاولات ومثل هذه الممارسات وهو حاضن وهو مرحب بالوجود الأمريكي ويعتبر الوجود الأمريكي حاميا له وهذا ما سمعناه مباشرة على ألسنة القادة الكرد وأما المكون السني فالمكون السني يرى في نفسه أنه قد يكون مهدد أو قد يكون مزاحم أو قد يكون في موقف ضعيف فيما اتجاه الآخرين وخصوصاً اتجاه الشيعانة من ناحية سياسية ما لا علاقة بالجانب الطائفي ولذلك يجد أنه في الوجود الأمريكي أشبه بالحائل دون هذه المحاصلة ودون هذه المتاخمة ودون هذه المزاحبة كذلك الشيعة ليس كلهم مع خروج القوات الأمريكية ولا مع هذه العمليات المسلحة لأن هذا المكون أيضاً يقول أننا شبعنا قتلاً وذبحاً ومن 1958 إلى هذه اللحظة تعرض الشيعة إلى مجازر وتعرض إلى مذابح فليقول لك نحن نريد أن نعيش ونريد لأولادنا أن يكملوا دراستهم ونريد أن نترفع ووجدنا وفتقطنا الفاسنا بعد سقوط الصنم لذلك لا أعتقد أنه مرحب به من قبل الشعب العراقي بهذه الصورة التي يحاول أن يطرحها الفصائليون أبداً نهائياً إنما هناك خوف في أشتاح الشارع من أن تعود المجاعة من خلال عقوبات ربما تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ودائماً يستذكرون أيام الحصار وهناك كلمة يتداولها الناس فيما بينهم فيما لو عاد الحصار لا سمح الله ولا قدر فإن الناس تنزل بالشارع وأحدهم يقتل الآخر لأن حصار تسع سنوات يعني مثل ما يقولون أراهم الموت لا سمح الله ولذلك لا أعتقد أنه هذا العمل مرحب به أبداً من قبل مكونات الشعب العراقي ومن قبل الأقليات أيضاً في الشعب العراقي التركبان، المسيحيين، الإزيليين هذه قليات مغضوباً على أمرها وليس لها من يحميها حكومة وعيفة بالنسبة إلى الحكومة يا أخي حكومة السوداني نحن خلننظر هناك الأمريكان وهناك الفصائل وهناك التحالف لإدارة الدولة يعني اللي هو الإطار يعني الأمريكان هو ما لا يريد أن يفعل اتجاه القوى الأمريكية واتجاه التواجد الأمريكي وبالأيام الأخيرة عندما صارت محادثات على أساس لانسحاب القوات الأمريكية ووضع جدول زمن للانسحاب صرح الأمريكيون أو البنتاجون إلا أن هذه المحادثات ليس لها علاقة لا من قريب ولا بعيد بالانسحاب أبداً نهائياً وكذلك الحكومة أيضاً أصدرت بيان بأنه هي تريد أن تحافظ على الاتفاقية وتضبط قاعة الاتفاقية وليست هي في وارد ووضع جدول انسحاب بشكل واضح أيضاً لو نجي إلى الفصائل البالكة الحكومة ليست لها قدرة على الفصائل وكذلك بالنسبة للإطار التنسيقي الإطار التنسيقي الأخ السوداني هو محكوم بالإطار التنسيقي طيب إستاذ غالب يعني بهذه الحالة الحكومة تريد أن تقول بأن حكومة السوداني بين نارين طيب أليس لها خيار بأن تتحرك لمصلحة العراق خصوصاً بأن هناك من يريد توحيد الساحات هل العراق معني بتوحيد الساحات؟ العراق كحكومة لا يريد توحيد الساحات بما فيه الإطار التنسيقي لا يريد أن يدخل في هذه المعركة لأن يعرف نتائجها وقيمة عليه وعلى غيره هذا واقع يعني وهناك من يرى أصلاً إلى أنه إذا ذه خرج الأمريكيون وإذا يحدث فراغ لا يستطيع أحد أن يملأ هذا الفراغ ولذلك إلى أنهم يخافون من الفراغ يعني حتى إذا كان عشب حقاً تفكير إلى أنهم ضد الوجود الأمريكي ويريدون انسحاب الوجود الأمريكي ولكن يفكرون تفكير دقيق يقول لك إذا سحب الأمريكيون من يملأ الفراغ وأنت تعلم إلى أن أكثر من مواجهة مسلحة حدثت داخل الفصائل فإذا كان بوجود الأمريكان ووجود الحكومة وإلى آخره هذا حصل فكيف إذا خرج الأمريكيون ولذلك هم يخافون يعني الإطار التنسيقي قلبه إطار التنسيقي عقله وعاطفته وعقله مع الوجود الأمريكي لأنه هذا يمنع تداعيات يتحول إلى تداعيات وأنت تعرف أيضا وأعرفت هذا واضح يعني هناك تشكيكات من قبل الفصائل ببعض عناصر الإطار حتى اتهم أن الجبائي التهم فصيلا معي التهم عنصرا معينا موجودا في الإطار بأنه تعاون مع السوداني وعطاه إحداثيات نتيجة للعبلية التي قام بها الأمريكيون والتي نتج عنها قتل أحد قادة النجماء ولذلك في الحقيقة الحكومة الآن هي مستوعبة وليس مستوعبة يعني اللي يقول إلى أن حكومة السوداني استوعبت الأمريكان واستوعبت الفصائل هذا كلام غير دقيق هي مستوعبة وليست مستوعبة ولذلك هي في حال حرج جدا ويجب أن تتحلى بالشجاعة وتظهر رأيها بالشجاعة وإذا الحكومة العراقية تحلت بالشجاعة وأظهرت الموقف الحقيقي لها والذي في سياق المحافظة الحفاظ على أمن العراق وجغرافية العراق وأمن واقتصاد العراق سوف تلقى تأييدا شعبيا عارما لأن الناس تريد الأمان والاستقرار وتريد الرفاهة الاقتصادي ولا تريد الارتهان إلى أي دولة خارج العراق